إنهم يقولون حسناً عظامهم لم تخضع للتطور ولكن لحمهم خضع له إنهم يلجأون الآن إلى مثل هذه العبارات اللامنطقية ثم قلنا لهم دعونا نريكم الكهرمان دعونا نريكم البرهان إليكم جراد يبلغ عمرها 200 مليون عام ولم تتغير ونملا يبلغ عمرها 200 مليون عام ولم تتغير فسألناهم ماذا تقولون في هذا فلم يكن لديهم ما يقولونه وهذا ما حدث يبين الكهرمان أن النحلة ظل كما هو تماماً بدون تغيير بدءاً من سلال حبوب اللقاح مروراً بحبوب اللقاح إلىها حتى شعيراتها بالتأكيد يمكن مشاهدة النحلة حتى أدق تفاصيلها حتى الشعيرات الصغيرة للنحلة وكل شيء آخر حتى أن الكهرمان قدم معلومات متعلقة بالحمض النووي لبعض الأنواع المعينة من الزهور بالتأكيد فحتى الحمض النووي محفوظة كما يوحي الاسم هي مجرد نظرية وهي نظرية غير مثبتة بشكل كامل لا يتعلق الأمر بأن الداروينية ليست مثبتة فلا يوجد شيء ليثبت عنها في المقام الأول بل ليس الأمر محلاً للجدال إنهم يقولون كل شيء جاء إلى الوجود بصدفة إنه أسوأ تفسير ممكن كيف جاء البشر إلى الوجود؟ يقولون بصدفة كيف جاءت النباتات إلى الوجود؟ بصدفة والحيوانات بصدفة وكيف جاء الكون إلى الوجود؟ تحمل إجاباتهم نفس الكلمات بصدفة توجد حسابات وهندسة وإبداع مذهل في كل شيء لقد خلق كل شيء بنسبة ذهبية وبهندسة متقدمة فجميع الكروموسومات والفجوات العصارية تبدو مذهلة يستحيل علمياً أن يأتي البروتين إلى الوجود بالصدفة بل يستحيل أن يأتي بروتين واحد إلى الوجود بصدفة يتساءل الدروينيون كيف حدث هذا؟ إنهم يسألون الشخص الذي يعتبر خبيراً كيف جاء البروتين إلى الوجود؟ فيفكر ويفكر ثم يقول فعلتها الكائنات الفضائية لا يمكنه أن يصل إلى أي تفسير آخر إذ يقول لا يمكن أن تكون بصدفة لذا فما هي فكرتك فيما يتعلق بهذه القضية؟ هذه حفرية لإحدى القروش الممرضة تبلغ عمرها 95 مليون عام أجل إنها تشبه تماماً نظيرتها المعاصرة التي يبلغ عمرها 95 مليون عام إنها حفرية لأنواع بقيت بلا تغيير لـ 95 مليون عام أجل لم تخضع لأي تغيير وهذه الأخرى التي نراها هي حفرية لسرطان حدوة الحصان يبلغ عمرها 150 مليون عام ومثل الأخرى بقيت دون تغيير توجد حفريات لسرطان حدوة الحصان يبلغ عمرها 325 مليون عام تعود إلى العصر الفحم ما شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر